مجرد رسائل فقط هي ما يحمله المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث في ختام زيارة لصنعاء استمرت ثلاثة أيام هي الثالثة له منذ أن تسلم منصبه في الأول من مارس الماضي نتائج أحدث جولة للمبعوث الأممي أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن على وعد من المبعوث بالاستمرار في المحادثات مع الأطراف المعنية في الأيام القادمة في الوقت الذي لم يفقد فيه الأمل في مواصلة العمل مع جميع الأطراف بشكل طارئ من أجل إيجاد حل يعيد أولا الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويخلق أيضا ظروفا إيجابية لإعادة إطلاق محادثات سلام في الأيام المقبلة بحسب ما جاء على لسان جريفث لدى مغادرته مطار صنعاء ما الجديد إذن بعد زيارة الفرصة الأخيرة للمبعوث الأممي في ظل هذا القدر من عدم الوضوح بشأن مهمته في صنعاء فالإطمئنان الذي عبر عنه المبعوث الأممي حيال الرسائل التي تلقاها من الحثين في صنعاء التي وصفها بالإيجابية والبناء يبقي على مهمة المبعوث الأممي في حدود المقاربة العامة لمشهد الحرب والتعقيدات المرتبطة بالوضع الاستثنائي لمدينة الحديدة التي تقف على مشارف الحرب والكارثة ذلك أن المراقبين لم يرصدوا في تصريحات جريفث ما يسند هذا القدر من الإطمئنان الذي عبر عنه سوى تأكيداته أن جميع الأطراف أبدوا رغبتهم القوية في السلام وتشاركوا معه أفكار ملموسة لتحقيق السلام على حد تعبيره أثارت تصريحات جريفث الإيجابية حيال زعيم الميليشي عبد الملك الحوثي الذي التقاه شخصيا هذه المرة في صنعاء قدرا من الجدل في وقت تشير فيه الأنباء إلى أن المبعوث الأممي لم يحرز أي تقدم بشأن إقناع الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها وهو شرط الحكومة والتحالف لتجنب مواجهة عسكرية وشيكة في المدينة الهامة الواقعة على السحر الغربي للبلاد وعلى المستوى الميداني يبدو أن التصعيد هو سيد الموقف في ظل استئناف الطيران الحربي للتحالف طلاعاته القتالية واستهدافه تجمعات للميليشيا في الحديدة ومحيطها في وقت تتواصل فيها التعزيزات من الجانبين لخوض معركة هدفها الرئيس الحسم في مدينة الحديدة